اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع سيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماعات تناول عددا من الموضوعات وعلى رأسها المساعدات الإغاثية لغزة حيث اطلع السيد الرئيس على الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري لإنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطع وأكد السيد الرئيس في هذا الإطار استمرار جهود مصر المكثفة لتقديم وإيصال الدعم الإنساني لأهالي القطع مشيدا بالدور الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري في هذا الشأن وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين مؤكدا عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها وتناول الاجتماع كذلك متابعة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الخدمات الموجهة للسيدات ذوات الاحتياجات الخاصة وكذا متابعة نشاط الصندوق القومي للقادرين باختلاف ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في العمل على تحسين إتاحة وجودة الخدمات الموجهة للفئات المستحقة خاصة السيدات وتيسير الإجراءات الهادفة لتحسين جودة حياتهن بما يتوافق مع القوانين ذات الصلاة